عدن على خطى صنعاء انقلاب هذه المرة بدعم اماراتي وتواطئ سعودي في ظل صمت دولي شبيه بما حدث في سبتمبر 2014 سقط اللواء الرابع حماية رئاسية بيد الانقلابيين الانفصاليين بعد مواجهات عنيفة مع قوات الانقلاب حيث وكد قائد اللواء مهران القباطي ان مدرعات اماراتية امطرت المعسكرة بقذائف الهون في الوقت الذي تعهدت فيه الرياض باعادة المعسكر كان ميزان خارطة المواجهات العسكرية بين قوات الحزام الامني وبين الويات الرئاسة خلال الايام الماضية قد اتجه لصالح الشرعية لو لا الدعم العسكري الاماراتي لقوات الانقلاب وهو الدعم الذي ادى لسقوط اللواء الرابع حماية رئاسية يبدو الدعم الاماراتي للانقلاب في عدن واضح المعالم وهو دعم عسكري لوجستي ومالي لكن مراقبين اكدوا ان السعودية دعمت الامارات بغطاء سياسي وفسر الموقف السعودي من خلال الضغوطات التي تمارسها الرياض على الشرعية حيث دعت لضبط النفس والحوار مع الانفصالين يسعى التحالف السعودي الاماراتي بنظر محللين للضغط على الشرعية بتشكيل حكومة شراكة مع الانقلابين وهو اجراء من شأنه افراغ الشرعية من قوتها السياسية وجعلها اداة مباشرة لتمفيذ اجندة التحالف ما زالت الشرعية بتقدير عسكريين تمتلك زمام الامور في عدن وبيدها افشال الانقلاب لو امتلكت القدرة على تجاوز الضغوطات السعودية والشجاعة لرفع ورقة الشرعية على التواجد الاماراتي في اليمن خصوصا وان التحالف العربي لم يعد بنظر الكثير تحالفا لدعم شرعية بل لدعم الانقلاب عليها اشتركوا في القناة